وإلى تطورات الأحداث في توس خرمات انتقد مجلس محافظة صلاح الدين رئيس الوزراء حيدا العبادي لتجاهله الأوضاع الأمنية في قضاء توس خرمات والمعارك الأخيرة التي اندلعت بين قوات البشمرقة وميليشيا الحشد الشعبي وقال عضو المجلس مهدي تقيين العبادي رفض طلبا بإرسال قوة موحدة من الشرطة والجيش لإدارة الملف الأمني في القضاء وأدت المعارك التي شهدها القضاء أخيرا إلى نزوح عشرات العوائل بعد إحراق منازلهم نتيجة القصف العشوائي من الطرفين